اشتركوا في القناة ورح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي طلع في هذا الإطار على سير العمل في بعض المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة منشآت القيادة الاستراتيجية فضلا عن التصميمات الداخلية لمسجد مصر وما يضمه من قاعات كما تم عرض الموقف التنفيذي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة الجدارية الكبرى بالمدينة والتي تم اختيار تصميمها من خلال مسابقة أجريات على مستوى الجمهورية اشترك فيها كبار الفنانين والأكاديميين توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحية وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته وأكد الرئيس السيسي الحرص كل الحرص على دعم الفلاح وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له فمصر الأهرمات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي وكلها مدينة لجهد وعرق وعب قرية ملايين الفلاحين على مر الدهور أكد وزير الخارجية سامح شكر استمرار مصر في العمل على مواجهة التحديات في المنطقة العربية بكل صرامة وحزمة وفي كلمته أمام الدورة العادية المئة والسادسة والخمسين لمجلس جامعة الدول العربية بالقاهرة أشار إلى أن مصر تسند كل دولة عربية تعمل على الحفاظ على وحدتها واستقلالها وأعرب عن ترحيبه بما شهدته الفترة الأخيرة من مراجعات ومصالحات عربية وشدد وزير الخارجية على أن مصر تمد يديها إلى كل الدول الشقيقة بدعوة صادقة ومفتوحة للتكاتف والتكامل قالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بأفغانستان دي بورا ليونز إن هناك حاجة مسة لتدفق الأموال سريعا إلى هذا البلد للحيلولة دون انهيار كامل للاقتصاد والنظام الاجتماعي وحذرت ليونز مجلس الأمن الدولي من أن تجميد الأرصدة الدولية الأفغانية وأموال المانحين سيشعل شرارة كيماش اقتصادي حاد يمكن أن يلقي بملايين آخرين في هاوية الفقر والجوع أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 223 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم وبحسب الأحصاءات فقد وصل إجمالي عدد الوفيات النتج عن الفيروس إلى نحو 4 ملايين و780 ألفا وقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019 أعلن الجيش النيجيري أن قواته اعتقلت عضوا بارزا في جماعة بوكو حرام في ولاية بورنو شمالي البلاد حيث يتركز التمرد المستمر منذ 12 عاما وقال المتحدث باسم الجيش أن القوات النيجيرية أغارت على موقعين في الولاية ومنطقة المجاورة صنعت فيهما عبوات ناسفة مشيرا إلى أن الموقعين استخدمة من قبل بوكو حرام والفصيل المنشق عنها تنظيم داعش في ولاية غرب إفريقيا لشن هجمات إرهابية قالت سلطات محلية في إسبانيا أن حريق غابات أكبر نحو 800 شخص في منتجع إسبونا جنوبي البلاد على إخلاء المنطقة وذكرت خدمات الطوارئ أن الحريق أتى على نحو 5000 فردان من الغابات الكثيفة فيما تم إجلاء 779 شخصا من أربع تجمعات سكنية في منتجع إسبونا وهو مقصد سياحي شهير للسائحين البريطانيين ومجمع سكني في منطقة بينافس المجاورة لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت extra news.tv كما يمكنكم متابعتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب شكرا على طيب المتابعة حتى ألتقيكم على رأس الساعة من جديد والآن إلى فاصل نواصل من بعده فقرات هذا الصباح